قال الله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم 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 أيها المناظر الفاتمي اسمها منكم أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم منكم أيها المناظر الفاتمي ما أنا قلت لكم أنتم ليس لكم في القرآن أنتم ليس لكم في القرآن منكم ديت أيها المناظر الفاتمي في منكم هذه قال شيخكم آسف محسني في كتاب المعتبر من بحر الأنوار أنها لا يصلح لاستدلال بهذه الآية أطيع رسوله وأولي الأمر منكم على الإمامة لأن هذه الآية يدخل فيها قادة الجيش الذين كانوا يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة ونحن من كان موجود عليه واجب أن يتع جيش أسامة وهي رقم اثنين لا تدل على العصمة لأنها تكملت الآية فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولم يكن إلى أولي الأمر فلم تدل على العصمة ثالث حاجة كحالها عليك المحمد بن يعقون في كتاب الكافي وقال الآية محرفة أطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر منكم فإن خفتم تنازعا في الأمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر والمجلس صحيحة في مرآة العقول في شرح أخباري قال الرسول فأنت دلوقتي الآية عندك محرفة رقم اثنين صحيحة المجلس رقم ثلاثة تنقض العصمة رقم أربعة أصف محسيني قال أنها لا يصلح لاستدلال بها